اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اولاً موضوع طبيعة السجل العدلة او ما يعرف بالانون هو اعادة الاعتبار نص عليها الانون العقوبات بالمادة 159 منه بيقول انه كل شخص محكوم عليه بعقوبة جنحية او جنائية له حق يعيد اعتباره يعني ينظف سجل العدلة اذا بدنا نحكي بالعامية اذا توفرت عنده شروط معينة الشروط شو هي اولاً المادة كانت واضحة استثنت كل شيء اسمه مخلافات انها تنزل على السجل العدلة حصرتها بس بالنشرة طبع الشخص هلأ منرجع منفسر بعدين شو يعني بالنسبة للجنحة كتعريف للجنحة الجنحة هي كل عقوبة بتمتد من ثلاثة شهر لثلاثة سنين والجنائية من ثلاثة سنين وما فوق هلأ اذا نحكم شخص بجنحة لنقول مثل جرم شاك بل رصيد هاي دي جنحة تعتبر باغلبية الاحيان بتنزل الحكم طبعه على السجل العدلة يعني الشخص بس يروح يجيب سجل عدلة مش رح يلاقي لا حكم عليه رح يلاقي انه ايداناتي هي بجرم شاك بل رصيد بالمقل قديش العقوبة وقديش الغرامة وكل التفاصيل بينطر هيدا الشخص لتقطع مدة معينة على تنفيزه للعقوبة مش على مدة الحبس تبعوله لعن اوقات كتير اشخاص بفكر انه انا انحبست خمس سنين يعني هاي المدة تحتسب من الفترة اللي له حق من بعدها يبيت سجله العدلة احكي انت اسألك عن الموضوع يعني كتير اشخاص بيفكروا متل ما حضرتك حكيت اذا تحاسبوا او انحبسوا بيطلعوا بيلاقوا سجله النمضيف مع انه هو لا فيه اجراءات صحيح من بعد ما ينفز العقوبة المحكومة عليه العقوبة فيها تكون مقصومة لتنين فيها تكون حبس وفيها تكون غرامة اوقات الشخص بينفز الحبس ما بيكون نفز شق الغرامة لا تسري مدة مرور الزمن اللي يقدر يبيت سجله اغلى ما ينفز كل العقوبة مكتملة يعني الحبس والغرامة على هون الشخص اللي نعتبر انه نفز العقوبة ودفع الغرامة بيروح بيجيب سجل عدلة بيلاقي فيه اشارة بيشوف اذا هايدي جنحة بينطر ثلاث سنين يعتبر انه صار له حق يروح ينظف سجله العدلة مش الحكم يشتب حكما من السجل العدلة مفروض هو يروح ويقدم طلب للمرجع المختص كرمال يشتب الاشارة اللي على سجله العدلة هلأ وين بده يروح كرمال والوراء المطلوبة والوراء المطلوبة اول شي هون بدنا نميز بين اذا الحكم صادر عن محكمة عسكرية في كتير عالم بيطلع عليها احكام عسكرية بيصير عنده مثلا مشاكل مع الجيش موقف على حاجز او لنقول جريمة قتل قتل عسكرية بيروح بيتحكم بالمحكمة العسكرية وفيه اشخاص عادة بيكون عندهم حكم شاكبل رصيد بيطلع عن محاكم عدلية كمانا بده يروح لمرجع تاني اذا طلع الحكم من محكمة عدلية يعني من قاضي منفر الجزائي او محكمة جينيات بده يروح يقدم طلب اعادة اعتبار قدام الهيئة الاتهامية اللي مكانيا مختصة بحسب محل ايكاونتو يعني اذا الشخص ساكن ببيروت بده يروح قدام الهيئة الاتهامية ببيروت ليقدم طلب اعادة الاعتبار هي ايه اصر العدل اللي هو موجود ببادارو بقدم بيشوفيه مطرح الهيئة الاتهامية في بيروت بده يروح اول شي قبل مايروح على الهيئة الاتهامية لازم يكون امن مستندات هول مستندات اول شي بده يشوف الحكم من وين صادر اذا الحكم صادر لنقول قادم منفر الجزائي ببيروت بده يروح يجيب افادة بتنفيذ الحكم من محكمة طالع منه الحكم وبده يجيب افادة حسن سلوك لقلو انه من المختار بيجيبه افادة سكان وبده يجيب سجل عدلة جديد بيكون محطوط عليه العقوبة وبده يعمل استدعاء للهيئة الاتهامية بيطلب فيها اعادة اعتبارو بالمناسبة خلينا بس نعطي هكتعريف بسيط عن السجل يمكن فيه اشخاص كتير بس بيسمعوا سجل عدلة السجل العدلة اذا بديك هي الهيستوري تبع الشخص بحياته شو عليه احكام شو ما عليه احكام تسجل ضمن خانة اسمها السجل العدلة اللي هي مكتب تابع لمدارية كوالامن الداخلي هاي متل سيرة زيتية للشخص اذا بديك متل كأنه انا عم نروح نقدم سيفي لنشتغل بيطلبوا مننا نجيب سجل عدلة كمان رح يبين علينا شو عنا اشياء اذا نحنا صالحين لنشتغل ولا لا بقى هونيك بس يقدم الطلب للهيئة الاتهامية بيكون رافق السجل العدلة اذا مستوفى الشروط مش حكما بتطلع المحكمة اعادة الاعتبار وبتنظف له سجل له شو بتعمل بتحوله اول شي لمكتب السجل العدلة اللي يجيب شي تاني هو سجل عدلة اصفر مش متل الالوان اللي كنت عم تقولي عنا بالاول فيه سجل عدلة لونه اصفر هيدا بيبين لك الشخص شو عليه اسبائيات في كتير اشخاص بيكونوا نظفوا سجلات عدلية قبل بكتير مثلا بيكونوا عليها كزا عقوبة ونظف سجل له العدلة كزا مرة بيروح بيجيب السجل العدلة الاصفر لا بيجيب لانه بدي يضمه للهيئة الاتهامية الهيئة الاتهامية عليها تدرس وتشوف اذا هيدا الشخص عايد الجريمة اكتر من مرة ولا لا ساعتها المدة اللي ينظف سجل له العدلة تضاعف يعني اذا هو بثلاث سنين له حق ينظف الجنحة هون صار بعد ست سنين اذا عامل تكرار للجريمة بشان هيك بيلزمو يجيب سجل عدلة اصفر ان فواجه بسجل عدلة الاصفر ما كان فيه تكرار بيطلع له حكم باعادة الاعتبار صادر من الهيئة الاتهامية بيروح فيه على مكتب السجل العدلة بيقدمو تاني نهار بياخد سجل عدلة نظيف هذا في حال تصادر حكم عن محكم عدلية اذا صادر حكم عن المحكمة العسكرية البروسيدور تختلف بس اكيد عم نحكي هون تاني نهار بياخد سجل نظيف من بعد ثلاث سنين او سبع سنين من بعد ما تكون توفرت كامل الشروط ويطلع حكم هيئة اتهمية انه انت فيك تعيد اعتبارك يعني تنظف سجل لك العدلة على اساسها بياخد سجل لا حكم عليه بس بالاصفر بيبين انه اللي ينظفه رح يضل مبين على السجل العدلة الاصفر علا بالمحكمة العسكرية شروطها مختلفة اول شي المرجع الصالح لينظر باعادة الاعتبار هي غرفة من غرف محكمة التمييز لدى المحكمة العسكرية مش هيئة اتهمية كمان هونيك بتقدم نفس المستندات الشخص بيقدر هو يقدم الطلب او بده يكون فيه وكالة لمحامة لهو يقدم له طلب اعادة الاعتبار كمان بيندرس الملف وزات الاجراءات سجل عدلة اصفر واذا متوافرة الشروط كمان بيعطوها حكم صالح للتنفيذ باعادة الاعتبار بينفزوه بمكتب السجل العدلة نعم هيك بيكون نظف سجل له بالنسبة لمكان تقديم الطلب فيه كيف بتتوزع المكاتب فيه بكل محافظة مكتب او كيف قلتلك حسب محل اقامة الشخص او مكان صدور الحكم اذا الحكم لنقول صادر بجبل لبنان بقدم طلب الى الهيئة الاتهامية لدى جبل لبنان اذا الحكم صادر بمحكمة بيروت بقدم كتاب الى الهيئة الاتهامية بمحكمة بيروت اذا صادر بالبقاء وينما كان فيه هيئة اتهامية بتكون خاصة للنظر بطلبات اعادة الاعتبار من الحكم اللي طالع ضمن نطاق المحافظة او ضمن نطاق صلاحية هلأ قصد تنظيف سجل العدلي فيه أم فيها محامة عنه بنعطيه وكالة أو مفروض يكون الشخص حاضر حكماً له حق كمان محامة هو يقدم الطلب لإعادة الاعتبار بوكالته عن الشخص شرط أنه يكون منصوص أنه وكالة خاصة به أنه إعادة الاعتبار الشخص بيوكل محامة والمحامة له حق يقوم بهذا الموضوع ويقدر يستلم له حتى سجل عدلي نظيف لا حكم عليه نعم فاتريك بالعودة للسجلات مثل ما نعرف اختلف موضوع تدوين السجل العدلي بين الماضي والحاضر شو صار بها الاختلافات مثل ما نعرف أنه دخلت الآلة وقصة السجل العدلي بالماضي كان كتير بيتضمنها لعدد من الأخطاء لسيما بكتابة الاسم الأول أو الأخر صحيح الأخطاء بتصير على الحالتين أوقات بتصير بالطبع وأوقات بتصير يدوياً يعني مش معيار أنه إذا يدوياً الأخطاء رح تزيد أكتر وإذا إلكترونياً ما رح يكون فيه أغلاط بس لنقول أنه شخص غلطه باسم أمه أو اسم بيه أو محل ولادته أو سنة الولادة أو شيء ونزل عليه إشارة بحكم هم أنه عامله ما معه خبر بالموضوع هون له حق يروح يراجع المحكمة اللي طالع منها الحكم يقول أنه أنا اتضررت من هذا الموضوع فيه تشابه بالأسامة وأنا نعم بتعرقل إذا بدي سافر أو أعمل حيالة شيء فيه إشارة حكم أنا ما خصني فيه بيجيب إفادة من المحكمة اللي طالع منها الحكم أكيد بيكون فيه كامل هوية الشخص الفعلياً طالع عليه الحكم وبيتقدم بطلب ديراكت للسجل العدلة أنه عملوا معروف شتبولي هالحكم عن اسمي وحطوه على اسم الشخص الثاني وهو المستندات اللي بتثبت أنه أنا ما خصني فقصة أنه إلكترونياً صارت إذا بديك عم تسرع للمواطن أنه يستحصل على السجل العدلة بس مش عم تلغي الأخطاء اللي بتصير يعني أنا صرت قبل بس كنت بدنا نجيب سجل العدلة كنا تاني نهاري يجو يقولوننا أنه مش الحال هلأ صار بكابسة زر دقيقة بتاخد تاخد سجل عدلة لا حكم عليه صاروا عم يعجلوا هالموضوع كرمال المواطنين ما تنطر بالصف كرمال سجل العدلة أوقات بيكونوا مضطرين يخدوه بذات النهار نعم استاذ باتريك مثل ما منعرف أحياناً في كتير أشخاص بيروحوا ليطلبوا سجل عدلة بس بصير مواقف أنه بيتم الأبضع ليون ما بيكونوا عارفين شو المواقف اللي بتصير بهذا الصدد؟ هذه حالات أكتريتها بتكون أحكام غيابية صادرة بحق الأشخاص يعني شخص ما بيكون عارف أنه طلع عليه حكم أوقات نحن لناخد مثل أنه تشطرنا شوية على كوى الأمن الداخلي لنقول مرأنا على حاجز عيطنا عليه للدركة مواقفنا وضلاينا فالين قاله حق هذا الشخص بكوى الأمن الداخلي يأخذ إجراء بحقه ويقول أنه صار فيه أنا عملته بالشدة هن بيسموه معاملة بالشدة بس هقل هالملاسن الكلمية أو شي بتصبي خانة معاملة بالشدة بالقنون العسكري فيه روح ويتقدم النياب العامة العسكرية بتتحرك ضده فيه تطلع حكم علي غيابة ما بكون عارف فيه أنا وبتنزل على سجل العدلة بهذه الطريقة إذا أنا رحت عم بطلب سجل العدلة بلاقي أنه فيه حكم علي ومني منفزه بيوقفوني وبياخدوني لنفز هذا الحكم أو لا أعترض عليه إلي حق أعترضه هذا حكم غيابة إذا مش قاطعة مهلة أني أنا أعترض على الحكم ما قالوا حق يوقفوني غير ما أعترض أعمل اعتراضي أنا على الحكم الغيابة بيرجع بيصير بمثابة حكم وجاهة بحقه يا بسبت براءتي يا بيرجعوا بيحكموا علي وبنفز عقوبتي وجهيا أنا وموجود بنفز عقوبتي وبمشي بذاتي السير كوية من بعد ما يقطع مهلة معي نائلة حق بيض سجل العدلة علا فيه شغلة تانية أنه حق نبيض سجلنا العدلة فيه هي سقوط الجريمة بمرور الزمن وهنا ما بكون نفسته أنا لنقول شخص سافر مش موجود بلبنان هرب عمل جريمة وسافر على برازيل أو على حيالة بلد مش قادرين يلقطوا لنقول عمل جريمة تقتل لها سمح الله وطلع حكم وصار الحكم صادر بحقه حكم غيابة وتبلغه تبلغ غيابيا قليك حق أنت يا تبليغ وجه يا تبليغ غيابة من تاريخ التبليغ الغيابة بينطر هذا الشخص بره 25 سنة بالنسبة لجريمة القتل فيه جرائم أقل مرور الزمن عليهم أقل بالجنح بينطر 5 سنين لعشر سنين حسب نوع الجريمة بس هون ما بيكون نفزه هذا الشخص هربين بعد 25 سنة إذا وصل على المطار وبدو يفوت على لبنان وبيّن أنه في عليه حكم بساقت بمرور الزمن ما قالوا حق يوقفوه بيفوت على لبنان هون بيقدم طلب مش قدام الهيئة الاتهامية هون صار الاختصاص للنيابة العامة الاستقنافية بياخد إفادة كمانا أنه طالع عليه حكم وأنه هو مبلغ بتاريخ إكس وأنه قطع عليه 25 سنة هالحكم بيروح على النيابة العامة الاستقنافية لأنه هذا حق عام بالنسبة له بيكون يطلب إسقاط الحكم الصادر بحقه بمرور الزمن لهو 25 سنة لنقول بهذه الجريمة وكمانا بس ياخد صورة صالحة تنفيذ عنه ذات البروسيدور بيروح وبيقدم الطلب لمكتب السجل العدلي لا يشتبولوا ويصيروا يحكموا نوضح للمشاهدين أنه إذا ما نفز الحكم وليس يعني نشطب هذا الحكم عن سجل العدلي بدي يرجع يعمل نفس البروسيدور وحتى يمكن عنده إضافات مثل ما صحيح والفترة أطول يعني 25 سنة هنا إذا منه منفز الحكم بدي ينتر 25 سنة هربين أو برات بلده لا يقدر يسقط الحكم اللي صادر بحقه إذا إجع قبل 25 سنة بيتوقف ضغري وبيرجع بينحبس لينفز هالعقوبة في حال كان يبلغ وخالصة مهل الطعن بالموضوع ومجبور ينفز مدة العقوبة كاملة نعم سيس باتريك حكيت شي مهم بالأول ما رأنا عليه على السريع بحب أنه نوضحه للمشاهدين فيه أشخاص ما بيبقوا عارفين أنه ممكن إذا تكرر الجرم شو معقول يرجع يصير مثل ما سابق وحضرتك حكيت أنه بيرجع البروسيدجر من أول وجديد يعني إذا حدا كان متهم بالمخدرات حكم خمسة سنين طلع نظف سجله العدلة رجع من بعده بيت بقصة المخدرات كله بيرجع نفس الشيء صحيح هنا بهذه المرحلة وبهذه الحالة إذا عم يرجع يكرر الجرم اللي عمله قبل بمرة بدل السبع سنين اللي كان له حق فيها ينظف سجله العدلة صار مجبور ينطر 14 سنة لأنه هون إذا ظهر ونظف سجله بالمخدرات ورح رجع ارتكب جرم اتجار أو ترويج المخدرات وفات على الحبس ونفذ عقوبة خمسة سنين جديدة ورجع بعد سبع سنين رح قدم إعادة اعتبار هون الهيئة التهمية بتقوله جبنا السجل العدلة الأصفر السجل العدلة الأصفر رح يبين أنه في تكرار لهذه الجريمة هي ذاتة اللي هي الإتجار أو ترويج المخدرات ساعتها بيرفضوا له الطلب وبدوا ينطر سبع سنين تانين يعني يصير 14 سنة عم ينطر لأن تضاعف المدة لا يقدر يبيت سجله العدلة على هالأساس بيقدم زيات المستندات بس بدأتصير 14 سنة بدل سبع سنين تضاعف هنا بدأنا نحكي شوها بموضوع التوزيف أول شي بدي أعرف منك هل في قانون بيلزم الشركات أنه لتوظف أي شخص أنه يكون جاي بسجل عدلة أو أنه يكون سجله العدلة نظيف لا ما في شيء أعنون بيرفرود بس هنا في الأنظمة الداخلية للشركات بتهية بتقرر أنه من المستندات المطلوبة اللي يقدروا اللي يقبلوا يوصفوا هي إبراز سجل عدلة هلأ مش ضروري يكونوا مشترطين أنه يكون نظيف بس بتفرق أوقات نوع الجريم اللي موجودة على السجل العدلة إذا شخص متهم كذا مرة بالسرقة لنقول وعم تجي نازل على السجل العدلة سريكة 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 وتجي تفوطي على الشغل هذا الشخص رح يخافوا منه لأنه يمكن يسرق الشركة إذا نازل إنه صار معه شي لنقول قضاء وقدر ضرب زلمة عالطريق مش يعني هيدا الشخص مجرم وما قلو حق يشتغل طب بهايك مواقف كمحامة ما بتحس إنه يعني الشخص بدي ينتر ثلاث سنين ما بتحس إنه فيها شوية ظلم مثلا إنه نقول إذا كان عم بيصير معه موقف عابر عالطريق يعني إنه ضرب الشخص إنه كتير عم نسمع عن حالات بيبقوا خاصة بهذه الأيام بدون يتوظفوا بيكون عنده النقطة صودة على سجلهم العدلة موقف صغير يعني غرامات أو مثلا مثل ما حضرتك حكيت موقف عابر بدون ينترو يرجع ثلاث سنين ألا يرجع ينطفف بالتالي راحة الوظيفة صحيح حلق مش ضرورة تكون راحة الوظيفة لأنه بيقدر رب العمل ياخد بعين الاعتبار إنه هيدا الشخص صار معه حادث قداء وقدر بس عنده يعني كمبيتان بيكون إنه ياخد هيدا الوظيفة مش معقول يخسروه كرمال حادث سار معه وقداء وقدر غير ما يكون فيه اتجار بالمخدرات مثلا أكيد مش رح يقبلوا لأن هالشخص يمكن بيتعاطى أو يمكن يصير يوزع مخدرات جوه قليلا شخص يكون تاب عن هيدا الموضوع مثلا فمشان هيك بترجع لرب العمل هو كيف بياخد بعين الاعتبار إذا بيوزف هالشخص ولا لا بالرغم من وجود نقطة صودة على سجل العدلة نعم إذا بنرجع شوي للمدة مثل ما كمان حكيت إنه الجنحة ثلاث سنين والجنية سبع سنين هل فيه حكي بمسلا إعادة الاعتبار بهيد المدة أو من طرح الموضوع أو مدة سابتة المدة سابتة وأبدا مش عم تتغير ومش عم يتعدى القانون بهيدا الموضوع نعم المهل هيكي ما بيقدر شخص يطلب إذا بدك استرحام أو شيء نعم إذا كان قصدك إنه بدلت ثلاث سنين يشتب على السنة نعم أبدا لأن هيدا ما فيها تفسير يعني بالأنون العقوبات ما قلوا حق القاضي هون يجي يفسر إنه هيدا ثلاث سنين بساقتوا عفية إفات حسنسلوك هيدا لنشلو إياها بعد سنة نعم فيه أنون بيلزوم وفيه مهل واضحة بالموضوع يعني ما بتتحمل التفسير يفسروا بمهل أقل أو أكتر مثل ما القانون هو موجود كعقوبات مجبور المحكمة تاخد فيه على أساسها تعمل إعادة الأكتبار نعم إذا بدأ نحكي شوية نحن وياك كنمال الحق العام والحق الشخصي فيه مثلا جرم إذا تم إسقاط فيه الحق الشخصي يتحاكم على الحق العام أو كمان صار فيه تعديلات على بعض هذه الأحكام هلأ عادة دائما بالأشياء الجزائية والجرائم الجزائية هي دائما مقصومة لحقين بالأغلبية أغلبية الأوقات بين حق شخصي وحق عام حق شخصي إنه إذا أنا بدي من شخص مصاري لنقول عمل معي إساءة أمانة حق الشخصي هو إنه استرد المصاري منه والحق العام هو معاقبة هذا الشخص على الفعل اللي اللي عمله اللي ما لازم يعمله بالحياة الطبيعية نعم الآنونة عدل مش من كتير زمان بالنسبة لكم جرم اعتبر مثلا بالنسبة للشاك بلا رصيد إذا شخص وصلوا له مصرياته من خلال دعوة عاملة وسقط حقه الشخصي عن مرتكب هالجرم اللي هوش سحب شاك دون مقونة الحق العام يسقط حكما مع إسقاط الحق الشخصي وبالتالي الآضي هون مجبور يطلع حكم بإسقاط العقوبة ومنع المحاكمة عن هيدا الشخص وهون شو بيصير بقصة السجل ساعتها إذا عملوا منع محاكمة ما بقلوا حق العلم طبع هالمحكمة يحول الملف على السجل العدلي لأن ما بقى فيه جريمة من الأساس سقطت جريمة الحق العام مع إسقاط الحق الشخصي بغير جرائم فيها حق عام بيبقى الحق العام لو فيه إسقاط حق الشخصي أولا نقول أوقات بجريمة قتل بتلاقي الورسة تبع الشخص اللي توفى سقطوا حقوقهم عن هالشخص اللي مرتك بالجريمة بس لا يعني هيدا الشي إنه يسقط الحق العام مع إسقاط الحق الشخصي لأن هيدا الشخص قتل يعني عم يتجاز إذا بديك بهالطريقة الحق العام بيطلع عليه عقوبة تكون مخففة شوي لأنه صار فيه إسقاط حق شخصي بس هاي بتروح وبتنزل على سجل العدلة تعتبر جناية قتل وبدو سبع سنين كلمال يرجع يبيضة عم بديهمنا الوقت بس عندي سؤالين مهمين كمان بحب نحكي أنا وحضرتك فيهم مع المشاهدين كتار ما بيعرفوا إنه مخالفات السير ما بتنزل على سجل العدلة خلينا نعرفهم شوي على هذا الموضوع هذا السؤال مهم هايدي أول شي بجرع بقليك المادة 159 من أنون العقوبات اللي قلتلك إنه ما زكرت المخالفات بالنسبة لطبيض السجل العدلي وبالتالي بطريقة مباشرة وواضحة اعتبرت إنه كل المخالفات ما بتنزل على السجل العدلي نعم الاشياء اللي بتسير كمخالفات سير هي مخالفة اسمها مخالفة نعم وبالتالي اللي بيطلع الحكم بمخالفات السير هو القادة المنفرد الجزائي الناظر بقضايا المخالفات نعم بيطلع أحكامه أحكام سير لنقول هيدا عامل متخطى السرعة المعينة سرعة كسوة كذا وما دفع بوقتها طلع عليه حكم لنقول القادة بمئة ألف ليرة غرامة هيدا مخالفة سير حتى لو ما دفع الغرامة ما بينزل كمان ما بينزل بس بينزل بمطرح تاني اللي هو النشرة اللي منسمع فيها انه هيدا نطلب النشرة تبع الشخص هيدا النشرة كمانا متل ناس سيفي كمانا للشخص فيه أنواع عقوبات ما بتنزل بالسجل العدلي بس تنزل على النشرة تبع الشخص مشان هيك أوقات شخص بيجيب سجل عدلي بيلاقي لا حكم عليه بيكون بدو يسافر بيوصل على المطار بدو يسافر بيقول له بدنا بدك تنتر شوي عليك مخالفة سير انت في حكم أرار جزائي بيغرمك 300 ألف ليرة لأنك جي وسط السرع المعينة هون ما قالوا حق الشخص يسافر مجبور يدفع الغرامة اللي عليه تيقدر يسافر ساعته هن بيبلغوا النشرة تيشتبولوا انه هالشخص نفذ مخالفة السير اللي عليه وبالتالي كل المخالفات السير والمخالفات ان جنرال اللي اسمها مخالفة ما بتنزل على السجل العدل نعم بالمناسبة كمان من وحي الأجواء أجواء كوفيد 19 كمان فيه لغط على قصة نحكى كتير على قصة انه اذا بيخالف بيطلع بوقت منع تجول قصة الكمامة كما نعرف زبط الكمامات بيندفع بالمحكمة هولي كتل الحديث على انه كمان بينزلوا على السجل العدل انت عرف الشائعات كتير كمان هذا الشي ما ننوضحه ونخبر المشاهدين انه كمان هذا ما قاله اي علاقة صح لا هلأ ما طلع ولا انون بيقول انه في حال صدر حكم بمخالفة لنقول تعبئة عامة او مخالفة قرار وزير داخلية وقرار مجلس اعلى للدفاع ما حطينا كمامة او مشينا من بعد الكوفرفاء او حي الله شيع منه بيخصوا باللوكداون ما طلع بعد ولا انون بيقول انه كل الاحكام اللي بتطلع عن المحكمة بده تروح تتنفذ بالسجل العدلي لان عم تكون كمان عم تصب بزات الموضوع هي مخالفة مش انه ارتكب جريمة يعني لنا جنحة هاي ده المخالفة اذا ما حطيت كمامة مش يعني عملت جنحة انا وازا ما حطيت كمامة مش يعني عملت جناية عملت مخالفة خلفت قرار ادارة قرار وزير داخلية قرار مجلس اعلى للدفاع مخالفة ما دفعتها بوقتها بده تتحول على المحكمة بيطلع فيها حكم قرار جزائي بيسموه قرار جزائي انه نحنا لانه ما حطي الكمامة من غرمه 150 الف ليرة هالحكم اللي تلعلي ما بيروح على السجل العدلي بده يطلع انون يعدل هالمادة 159 اللي تلعلي عنها ويقول انه كل شخص قل له حق يشتب او اعادة اعتبار بحالة المخالفة والجنحة والجناية ساعتها بتنزل المخالفة على السجل العدلي غير هيك تنزل بس عن نشرة اللي ما بتبين الا اذا شخص عم بيسافر او فات على مخفر كتير بتصير مثلا هيا اذا واحد فات على مخفر بده يقدم شكوى ضد شخص خلص عمل كل شي وبدو يفل بيقول له بس انتر بده نطلب لك النشرة وبيقعد بينتر بتجي النشرة عليها حكم كمان ما بيكون عارف فيها عليها حكم مخالفة هلا النشرة كمان فيه الى بروسيدجر تنظيف وهيك او لا مية بالمية سؤالي كمان حلو النشرة الى بروسيدجر تنظيف نحنا كرمال نطلب النشرة كيف تطلب سجل العدلي انت النشرة بتطلبها بغير طريقة بوروح الشخص عن نيابة العامة الاستقنافية ان كان ببيروت او بجبل لبنان بمحل ايقانتو هو فيه سباسيمان طلب نشرة بيشوف واحد ازعلام ملاحقات بيسميها طلب الاستعلام عن وجود ملاحقات بحق بقدم طلب بيعطوه ايها باليد بالنيابة العامة بيطلع على مركز النشرة اللي هو بمديرية كوالأمن الداخلي بقدم الكتاب بعد ثمانة ايام المديرية بتجاوب النيابة العامة الاستقنافية بتقلها انه فيه اندوت رواكاتر بيروح هيدا الشخص بياخد الكتاب وبيشوف شو في عليه ازعله احكام مخالفات سير شو ما يكون ما انه نازل على سجل العدلة قلو حق يروح وكمان يجيب قرار من المحكمة بيشطبون بيعملوله مذكرة انه هيدا الشخص دفع مخالفة السير اللي عليه بيعملوله مذكرة وبيروح على بيروح ديراكت ساعته على النشرة بيعطيهم الكتاب لانه هي بيكون النيابة العامة موجهة الكتاب حضرة رئيس النشرة كذا بكوالأمن الداخلي نرجو شطب لان احنا ننفذ هذه العقوبة وبذات الوقت بياخد ذات الكتاب لالأمن العام كمانا كرمال يشطب عن المطار وين ما بيفوت على حيالة مغفرة حديثنا مفيد المعلومات اللي قدمت لنا اياهن جدا مفيد مخامي بارتريك شليت انا بدي اشكر وجودك واشكر معلومات اللي قدمت لنا اياهن مرسي مرسي لألكون وتحية للمشاهدين موعدنا مكافة مشاهدينا بس بعدها البريك اشتركوا في القناة